الحاجة الثالثة وهو موضوع علي معلول وعلي معلول كنت زمان اتكلمت مش متذكر كان من خلال شاشقات الاهلي او من حتة تانية يعني بس اتكلمت في الموضوع ده وقلت ان مع الموسم الجديد يا جماعة تسمعوا نغمة كده نغمة تتقال ايه خلي بالك ده معلول اتقدم في السن خلي بالك ده عمر السلية اتقدم في السن اليقب بادرية بتاعتهم مزاي الاول النغمة دي فجئت ان حتى بعد ماتشو السوبر والاداء المبهر الي قدموا السنائي تمام الناس تتكلم علي ان معلول بدنيا من زي الاول معلول ايه اللي بدنيا من زي الاول احنا ليه دايما بنحاول يعني ايه نفضل عند معتقداتنا اللي هي مش موجودة دلوقتي في كرة القدم ان اللعيب بعد التلاتين سنة خلاص لازم يبطل ده معلول افضل باكليفت في افريقيا ده واحد بيلعب مع منتخب تونس وراح كاس العالة الاساسي بتاعهم لعيب ارقامه عظيمة مع النادي الاهلي من ساعة ما جاه فاحنا مش عايزين نساعد في ان احنا نوصل الصورة دي او نصدر الصورة دي لنفسنا ويبقى في دماغنا ان معلول لا معلول لسه مش قادر مش هيكمل تسعين دي معلول بيلعب الاربعة وتسعين دي بالوقت والضائع بشكل ممتاز باليقب بداية عالية جدا من روح كتالية ممتاز سواء هو ولا السلية فالنغمة اللي زي دي انا برضو رسالتي لجمهور النادي الاهلي اللي اكيد برضو واعي وزاكي جدا بخصوص الامور زي دي عن معلول لسه بدري لسه بدري سواء هو او السلية ده في عزهم دول في عزهم في عز عطاقهم ونطجوهم الكرة فاكولي دا اله